أهلا بحضراتكم من جديد إحنا طبعا سمعنا عن مبادرات كتير جدا وده للوقوف بجانب الدولة في الأزمة وأزمة كورونا اللي احنا بنتكلم فيها طبعا من بين المبادرات دي بعض رجال الأعمال أو أصحاب المنشآت اللي خصصوها للعزل الصحي جهد مشكور تطوع مشكور واللي كان آخرهم مبارح لما أعلنت مالكة مدارس Modern School الخاصة في مدينة سرس الليان أيوة سرس الليان بمحافظة المنوفية أن تخصيص المدارس علشان تكون ضمن الأماكن المخصصة للعزل المبادرة اللي تبنها حزب الحرية المصري واللي بتنتمي لملكة المدارس تضمن تخصيص 24 غرفة تم تجهزها وفرشها لصالح العزل الصحي بالإضافة لمباني تصلح كسكن للأطباء وإدارة المنظومة الصحية مبادرة جيدة وربما تكون باعتبارها طبعا مبادرة فتحة باب لناس كتير ممكن تعمل حاجة زي دي وده دور المجتمع المدني بالزبط كده وطبعا دي خطوة مهمة جدا ويمكن شوفنا ده كمان كان حصل فيه برضو الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الأزمة إنهم بدأوا فعلا يخصصوا أماكن غير المستشفيات يخصصوها بطبعا أماكن للعزل تكون مخصصة بشكل طبي ترجمة نانسي قنقر